اهلا بكم ورجعنا لكم في فقرات النادي الاهلي خطة احمر طبعا النادي الاهلي هو اللي بيشغلنا واضايا خسارة نهائي افريقيا امام الوداد هي اللي بتشغلنا يمكن خلصنا ملف اتحاد الكورة وملف خطاب الاستضافة عندنا بقى ملف مختلف تماما وهو فكرة فوزي لقجع فوزي لقجع هذا الشخص اللي خرج فجأة ليسيء للكرة المصرية وتاريخها تاريخ المنتخبات المصرية والانديا المصرية عريق مش محتاج ان احنا نيجي نوضحه ولكن لما ييجي شخص يستغل تتويج نادي بينتمي لدولته في ظروف ما صيقت كلها وتم خدمتها كلها عشان توصل لنتيجة واحدة هي ما فيش حاجة ممكن تحصل غيرها بطريقة شبهة كل اشكال السخرية من العالم من صحفين افرقى واجانب ومن كل الناس لما ييجي يطلع ويحقق البطولة بالشكل ده يطلع يكلمنا عن نهاية الاحتكار والفساد الاحتكار والفساد لو انت فاهم ان النادي الآلي كان بطل اخر نسختين فده الاحتكار فانت هنا لا تعي التاريخ لان الكرة المصرية هي اساس كرة القدم الافريقية فوز لقجع موليد 1970 كان قبلها بسنة النادي الاسماعيلي بيحقق دوري ابطال افريقيا بمسماء القديم امام الانجلبير 1969 يعني لقجع قبل ما يتولد كانت الاندية المصرية بتكتب التاريخ اللي هو يجهله طب لو انت تجهل التاريخ نعرفك اما لو تعرفه وبتنكره فده اسمه تدليس النادي الاهلي اللي كان بيحقق بطولات دوري ابطال افريقيا 82 كأس الكووس 3 سنين عالتوالي 84 85 86 ثم بيعود 87 بيحقق دوري الابطال ايوه اول لقب بيحققه فريق مغربي في دوري الابطال كان الرجاء سنة 89 ثم الوداد سنة 92 كانت الاندية المصرية خلاص الاهلي والزمالك والاسماعيلي كتبوا تاريخ فاذا انت فاكر ان النادي الاهلي بيحقق بطولتين فده الاحتكار لا الكرة المصرية طول عمرها هي رائدة في الكرة الافريقية سواء اندية او منتخبات لما تتكلم عن تاريخ النادي الاهلي او الاهلي طرف فيه حضرتك محتاج تراجع تاريخ وتتكلم وانت واقف على النادي الاهلي لان مقام النادي الاهلي كبير وكبير جدا وده اللي انت ما تعرفوش اما لو حنروح لبطولات اللي حضرتك انت شايف ان خلاص انتهى العصر وبدأ الوداد ونادي نادي البركاني حقق وبطولات فكل حاجة بالورقة والقلم ومش هنرد ردود مرسلة كامل الاحترام للجميع ولكن انت تعديت على النادي الاهلي والكرة المصرية واحنا مش هنعمل ده احنا هنرد بوقائع لما نيجي نروح لبطولة الوداد لا لا قبل ما تروح للوداد انت قلت لي اتولد سنة كم فوز لك شايف في 1970 لا هو في نفس سنة تحقيق الاسماعيل البطولة مش 69 الاسماعيل الاسماعيل الاسبعين الاسبعين وقبل ما نروح ل88 و82 كان فريق الماولين العرب ايضا بيحقق بطولات افريقية في التمانيات يعني عندك الاسماعيلي اهل زمالك ماولين بيحققوا بطولات فده كان لازم بس تبقى فاهم كويس قوي ان اربع اندية مصرية ومش بس كده الاتحاد المصري تم تأسيسه على ايد تلت منتخبات او تلت بلدان مصر كانت اساس التأسيس لكرة القدم المصرية مصر اللي شاركت في كأس العالم 1934 مصر اللي حققت وصلت لمربع زهبي في 1928 فاعتقد لما تيجي تتكلم عن تاريخ مصر او تتكلم بالشكل ده ما ينفعش يبقى ده الكلام اللي بيتقال في الصحة في المغربية وتبعت او تخلي حد يعمل مدخلة متحدث اعلامي خاص بيك عن ان انا مقلتش التصريحات دي او ان انا مقلتش الكلام ده خاصة واحنا لنا تاريخ كبير معاك خلال اخر اربع سنوات من تصريحات فيها اساءة للتحكيم وحديثك تحديدا عن ان النادي الاهلي او المفترض طرفي النهائي يكونوا هم الرجاء والوداد لا حضرتك عندك مشكلة في القصة دي لان اصلا فريق الوداد واصل بخطأ تحكيمي للمباراة النهائية واي حد تابع لمباراة الايل والرجاء زهابا ايابا كان شايف فوارق المستوى الفني ما بين الفريقين سواء المباراة اللي تلعبت في القاهرة او المباراة اللي تلعبت في المغرب فان انت تطلع عشان حققت بطولة انت عارف جات ازاي وجات باي طريق وباي قصة وتوجيه وما فياش اي تكافؤ فرص تبدأ تقول انتهى زمن الحكرة والفساد اعتقد الامر ده هنقف عنده كتير جدا وعشان كده احنا هنقف عند بطولات الوداد بما انه بيتكلم بعد او اثناء تحقيق الوداد البطولة والله يا اسامة وانا برد برضو انا مش عارف احنا بنرد على رئيس الاتحاد المغربي ولا بنرد على نائب رئيس الاتحاد الافريقي وعضو المكتب التنفيذي لان ده كارثة تلو بتتكلم على نائب رئيس الاتحاد الافريقي انه يطلع وهو كان ضمن الاتحاد الافريقي ويتهم فرق انه حققت بطولاتها بالفساد فده امر انا ما شفتوش في العالم وغير مسبوك وده شخص لا يعي بروتوكولات المنصب اللي هو موجود فيه لان انت تمثل الكرة الافريقية لا تمثل نادي بعين واحنا بنرد بالمنطق والورق والمستندات والصورة طيب نبدأ من الوداد رحلة الوداد الوداد حقق ثلاث ألقاب دورة أبطال أفريقيا انت عندك بطولة منهم وهي 2017 كان الطرف التاني فيها النادي الأهلي عندنا موقف واضح ركل الجزاء مستحقة لوليد أزارو لو نعرض الصورة في وجود بملكة سيمة اللي لنا وقف معاه برضو دي لم تحتسب ركل الجزاء في بطولة 2017 اللقب اللي حققه الوداد اللي انت بتقول نهاية عصر الاحتكار والفساد عندنا لقطة واضحة وصريحة اعتقد انت اللي محتاج تعلق عليها دي ركل الجزاء واضحة في 2017 المباراة اللي انتهت بالتعادل واحد واحد واللعب اللي امام حضراتكم ده وليد أزارو اتعرض لظلم تحكيمي في المباراة دي مرتين والمرتين كانوا مؤثرين جدا في المباراة اولا ركلة الجزاء الواضحة اللي اعترف بقى اي حد له علاقة بكرة القدم حتى اللي فكر انه هو يقول انها مش ركل الجزاء جاه في لقطات مشابهة بعد كده وتكلم عن انها ركل الجزاء لكن الصورة واضحة جدا وانت اكيد عارف ان دي ركل الجزاء مش كده وبس هدف التعادل اللي حققه فريق الوداد المغربي عن طريق اشرب بن شرقي وقت ما كان لعب صفوف الوداد كان فاول في نصف الملعب الكرة كانت معنا وتحديدا مع هذا اللعب وليد أزارو وطبعا وهو رايح لنصف الملعب فتح علي معلول عشان يستلم الكرة فصراح الدين سعيدي دخل شال أزارو بالكرة والحكم بملكة سامية اللي له مواقف كتير جدا من توجيه البطولات تغادى تماما عن احتساب الخطأ طبعا كان علي معلول متقدم اتلعبت الكرة في ظهره اترفعت العرضية جول خلصت النتيجة واحد واحد في مباراة حسين عموتة ومدرب الوداد البيضاء والمغرب له تصريح بعدها لما شفت انفراد وليد أزارو في الديئة الستة مروا قدامي شريط مباراة النجم الساحلي في نصف النهائي لأن شريط النجم الساحلي ده كان فوز النادي الأهلي بسلسية انت متخيل مدى القوة اللي كان فيها النادي الأهلي وبسبب أخطاء تحكمية وصلتنا بمرحلة واحد واحد فراح الوداد يلعب لوب لوك في المغرب عشان يقدر يخطف هدف وما كانش فيه توفيق للكرة الوليد أزارو وانفراد لربنا يشفيه مؤمن زكريا دي كانت بطولة بتتكلم عن الحكرة والفساد لكن عندنا بطولات تانية عندنا بطولات تانية وعندنا تصريح أيضا مهم تقدر لما تشوفه تلقى الصياق حاجات كتير جدا وتفهم هو الفرق بين فوز الأقجع والفرق بين الراحل عمر فهمي نموذج الكرة الإفريقية اللي ينبغي أن تكون عليه نطلع ونشوف الفيديو ستمبر 2018 أنا وقفت وما رأيش حاجات ما باخترعش ده لوقى الاتحاد الأفريق ده لوقى الاتحاد الأفريق لجنة التحكيم بتعمل ترشيح للحكام وانا بشوف مع رئيس الاتحاد وبعد كده أنا أقول له ما أقول لأ وصلت للآخر الفيتا بتاع الكونغور دي السنة مش السنة اللي بل كان وصل فيها فهمي مع الزماني دي السنة اللي قابلاها بل كانت غالب تلاتة واحد من الفيتا ورأيت لك ماتش العودة عايزين يحطه لو غالب تلاتة واحد فالكسب الاتحاد سفر ممكن يخش هلأ لحطوا لاتهم حطوله جسامه دخلت بصيت عندنا في الاتحاد الأفريقي ترى تشوف الحاكم ده آخر ما شاءت عماله دخلت بصيت على جسامه تاريخه عمل المنشات القتائي عمل الأهلي والوداد عمل الوداد وزاسكو ماتش اللي هو كانت مجموعة النادي الأهلي اللي هو كان الوداد لازم يكسر عشان يتأهل اداله ضربة جزاء اداله كارت أحمر في ديه 60 معرفوش يجيبه جونه ادام ضربة جزاء في ديه 60 عمل الأهلي والوداد عمل فاينل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في المغرب المغرب ونيجيريا النهائي ادى في أول 50 ديئة ادى ضربة جزاء وكارت أحمر في المغرب وصالح المغرب بعد ماتش الأهلي والوداد الفاينل خد التوارب من المغرب مع المغربة راح عمل الأهلي والوداد وطلع من المغرب على سهل العاج عمل سهل العاج والمغرب كسب المغرب وكان اللي يكسب يروح كسر عام يعني راجل عمل ماتشيني نفس البلد في أسبوع دا يا لقجع عمر فاهمي تربية النادي الأهلي اللي رفض الفساد بجد اللي رفض يمشي مع أمور هو ما ترباش عليها في مدرجات النادي الأهلي دا عمر فاهمي اللي بجد كان بيمثل الصورة اللي بنحلم بيها للكرة الأفريقية مش الصورة اللي انت بتمثلها أبدا يا لقجع الفرق كبير جدا دا عمر فاهمي اللي بيحكي وقائع إزاي حكام كانوا بيجوا مباريات معينة باختيار معين وفي أدوار معينة عشان الفرق يتسهل وصولها لوقت معين أو لمراحل معينة في البطولة دا عمر فاهمي اللي خرج من الاتحاد الأفريقي مرفوع الراس دا عمر فاهمي أعتقد فرق كبير جدا ان انت تطلع تتكلم عن الحكرة والفساد وتاريخك يكون لا يؤهلك لده وفرق ما بين عمر فاهمي اللي كان يقدر بشكل كبير جدا وهو رأسه مرفوعة يتكلم عن اللي كنا بنحصل وكنا شايفين رحمة الله على عمر فاهمي الشاب اللي رفض دولارات كتير وراتب من أجل محاربة الفساد فلما تيجي تتكلم عن حد حارب الفساد بجد وكان مؤمن بقضية لازم هيكون الرمز دا موجود وهو عمر فاهمي أحد أبناء مدرجات النادي الأهلي فرحمة الله عليه لكن هتقول ان دا مصري أهلاوي فبالتالي ممكن تكون الشهادة بالنسبة لك مجروحة طب نروح لرئيس الوداة شخصيا وهو يتحدث عن اتفاق ربما تأخر بعض السنوات نشوف الفيديو ونرجع نعق صحيح أن كانت هناك مساواة بأن بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصلة مباراة مقابل ربما باستثناء كلهم باستثناء كلهم يقالبون هل أحد في باستثناء كلهم سوف نحن تفاوض باستثناء كلهم نحن نطلبهم بحق المشروع دينا نحن عندما نريد أن يأتي ببالتالي فوقنا ثم نحن نطلبهم نحن نطلبهم عاجر وعدا المنافسة العادية كيف تتكافؤ الفرص تتكلموا عليهم في الكمبيتش فى الكيات شارج في الطولين احنا وقعناها معكم كانت تقول لنا بأن الفاركين في النهائي مزيان ايك كان في الدهاب اخي يكون في القيام ده كلام رئيس الوداد وبيتكلم في وقعة ما كانش اي نادي مصر يطرف فيها مع كامل احترامنا للاشقاء في تونس ده كان عن نهائي الوداد والترجي ان الكاف بيتكلم عن وعد لفريق الوداد ببطولة طيب ما نيجي نبص بالراحة كده البطولة دي كانت 2019 ايه اللي حصل بعدها في يوليو طلع قرار من الكاف ان المباراة النهائية هتكون مباراة واحدة في ملعب محايد من اجل تكافؤ الفرص ايه مباراة واحدة في ملعب محايد من اجل تكافؤ الفرص ده اللي كان في يوليو 2019 طيب ايه البطولة اللي جات بعدها صعد للمربع الزهبي الاهلي الزمالك من مصر الوداد والرجاء من المغرب وكان في احداث كورونا فبالتالي كان في امور استثنائية فقلنا ايه او قالوا ايه قالوا لو فيه فريقين من مصر هم اللي صعدوا للنهاي البطولة تلاعب في القاهرة ولو فريقين من المغرب هم اللي صعدوا للنهاي البطولة تلاعب في المغرب طب لو فريق من هنا وفريق من هنا تعال عم نعمل قرع ونشوفها تطلع فين طلعت في القاهرة صعد الآلي والزمالك للنهاي تلاعبت في القاهرة اذا اول بطولة بعد الوعد كان المغرب داخل بقوة في تنظيمها طب تاني بطولة بعد الوعد إيه اللي حصل المغرب هي اللي نظمت النهائي لكن خرج الوداد في مفاجأة كبيرة جدا من نصف النهائي فأصبح طرفي النهائي الآلي وكايزر الشيفس طب تالت بطولة بعد الوعد إيه آه هنروح برضو المغرب هتروح برضو المغرب آه طب هتعلن الكلام ده قبل البطولة لا هتعلنه في شهر فبراير لا هتعلنه في دور التمانية هذه كالعادة لا أنا هعلنه بعد ما أتأكد أن الوداد وصل للمباراة النهائية لأن الوداد لو ما كانش وصل للمباراة النهائية ما كانش المغرب هيشيل فكرة أن احنا ننظم البطولة ودهم السنغال وصل الوداد للمباراة النهائية يمكن وعد اتأخر بس بالتأكيد الوداد وقتها أصر الصور معنا بقى لأن احنا هنا تكلمنا عن بطولة 2017 فيه البطولة اللي احنا فيها اللي حسمت طب انت طلعت اتكلمت عن فكرة النهائي كان ممكن يبقى ما بين الرجاء والوداد طيب تعال نكلمك بنفس المنطق وإن كان اللعبة كانت من أكتر من زاوية وكان فيه زاوية بتوضح أن اللعبة خبطت في الرجل ثم في يد المدافع حنسبنا من القصة دي طب تعال أنت في مباراة الوداد واضحة جدا مع شباب بولزداد هنا ودارك للجزاء فيه صورة تانية يا شباب كمان اللي فيها الاستضامة الحارس بشكل أوضح كان راكل الجزاء كفيلة أن هي تطيح بالوداد خارج البطولة من دور التمانية معانا كمان لقطات ليها بتوضح إزاي اللعبة دي كان فيها راكل الجزاء واضحة الحارس ما قدرش يلعب الكورة بيصطدم بشكل واضح في جسم لاعب شباب بولزداد وما بتحتسبش راكلة الجزاء مين كأهو هي الصورة دي طبعا بتوضح كان يعني العملية أقرب للمصرعة إلا لو كان الحكم اللي طلع شافها شاف أنها ما فيهاش حاجة مين بقى الحكم؟ الحكم هو أمين عمر يعني هنا القدر المضحك أكتر أمين عمر بطل السنادي في مشهدين هما الأسوأ تحكميا على النادي الأهلي سواء اللقطة دي اللي انتوا شفتوها معنا بأن الفارس تدعاه وقال له تعالى الكورة فيها راكل الجزاء وشافها ومع ذلك راجع حسب قرار غير اللي كلنا شايفينه وغير اللي الناس كلها شايفاه ده أمين عمر على الجانب الآخر أمين عمر في الدوري في مباراة البنك الأهلي كان طرف مع النادي الأهلي في قرار كارسي بيخالف كل اللوائح اللي عند كابتن عصام عبد الفتاح واتقال بروتوكول الفاق يعني أمين عمر ساهم بلقطتين كارسيتين للأهلي منهم واحدة تخص بطولة للوداد بس هل ده أسامة كان بس اللي حصل خلال بطولة عشرين اتنين وعشرين ولا حتى أيضا النهاية كان فيه كلام لا لا حتى المباراة دي بس توضيح للناس أن راكلة الجزاء دي كتتطيح بفريق الوداد بره البطولة لأنها كانت في ديئة تسعة وتمانين يعني هدف الوداد خارج البطولة على الإطلاق لكن رحنا للدور قبل النهائي وهنا اتعاملت الإحساس بقى بفكرة الوداد في النهائي ووضحت قوي وضحت في مباراة العودة الوداد فاز خارج أرضه ثلاثة واحد الأمر انتهى إذن الوداد حط قدمه اليمنى في النهائي إيه اللي يمنع الوداد من أنه أو يعرقل الوداد في خلاص النهائي اللي أصبح احتمالاته أكبر بكتير من احتمالات عدم مصلي أن أنت تحافظ على قوام الفريق فدي كرة لمدافع الفريق يحيى عطية الله باك لفت في فريق الوداد وقدم مباراة كبيرة في النهائي ده كان عنده انذار ودي كرة والحكم كان مين؟ كان فيكتور جومز فيكتور جومز تغاضى عن أنه يطلع الانذار التاني في لمسة يد واضحة في قانون اللعبة بتقول أن تحسب لمسة يد وتدي انذار ده ما حصلش مع مين؟ مع يحيى عطية الله يبقى أنت كفيكتور جومز هنا اللي مشهود عنك بالكفاءة التحكمية مشهود عنك بالكفاءة التحكمية خلاص يا جماعة لا مشهود عنك بالكفاءة التحكمية جيت في الدور نصف النهائي في ملعب المغرب في ملعب المغرب تيجي أن أنت ما تحتسبش لمسة يد تانية تديك طرد للاعب تحرمه من النهائي أنا هنا لازم يكون فيه شكوك ولازم أقول إزاي ده الراجل ده من أميز الحكام اللي في القارة وإحنا كنا راضيين أنه يكون حكم النهائي لكن النسخة اللي أقدمها في النهائي خلتنا نتأكد أكتر من الشكوك في عدم طرد يحيى عطية الله لعب الوداد خاصة أن فريق الأنجولي كان مسيطر على المغرب بشكل كامل نروح للنهائي النهائي كان فيه لقطة واضحة زي موسمة بيقول لكم الشكوك بدأت تباني إحنا هنا جماعة البعض بيتكلم إحنا قلنا فيه تقصير فني وفيه قصور في حاجات كتيرة جدا ولكن أكيد لك حق في حاجة ما ينفعش تسيبها أنت بتتكلم هنا في كرة حسبة فاول كان نتجتها أحمد عبدالقادر وطاهر رايحين انفراض سيبك كمان من سرعة احتساب الفاول أو المخالفة وصحتها وإن كان ما فيش أي مخالف ما فيش أي فاول والكرة صحيحة وكان حيبقى انفراض للأهل خد حاجة تانية فيكتور جوميز اللي عارف أن فيه فار هل من الطبيعي بالنسبة لك أنه يتصرع في إطلاق الصفارة بالشكل ده بمجرد يا أوسمة ما اللعبة حصلت الصفارة أنت مش هتروح انفراض ده أنت فيكتور جوميز الحكم اللي كلنا بنشيد بكفاعتك هتيجي الناس تقول أنت مش طول الوقت بتقوله فيكتور جوميز احنا طول الوقت بنقول فيكتور جوميز بس أنت أرد عليها في اللقطة دي لا خلينا أرد عليك هقولك أن أنت ممكن لو ملكش سابقة مع الحكم توضح لك الحكم ممكن يعمل ايه لكن تخيل أن الحكم ده في الدور نصف النهائي في الدور نصف النهائي أمام الوداد في ملعب الناد الآلي في القاهرة حامل الرايا في دي أربعة بيرفع راية التسلل على 2020 دور نصف النهائي راية التسلل على مروان محسن فيكتور جوميز بص على حامل الرايا ولكن طبق بروتوكول الفار ويتن دي سي طب رجع لتقنية الفيديو طلع أن قرار فيكتور جوميز هو الصح برغم أنه حكم الصحة مش حكم الرايا فلما يجي نفس فيكتور جوميز في المباراة الدور قبل النهائي يعمل ده مع يحي عطالة ويجي في المباراة النهائي يوقف هجمة وعدة اتنين على واحد انفراد يبقى أنا هنا برضو لازم أقول أنا أسف يا جماعة بجملة الشكوك طبعا يعني إحنا عندنا جماعة بنتكلم في صورة وحدث يعني إحنا قلنا الحكم اللي كان ممكن ينتظر ويدي القرار وفقا للفار بقى لو هو اللي فيه مخالفة ما عملش ده أنت مقتنع بده أعتقد هنا عندك تسأولات كتير جدا محتاج تسألها لنفسك وضحنا ما يخص بطولات الوداد وأعتقد عندنا جانب تاني في تصريحات روزة المباراة الأهل والوداد تحديدا الأهل مقابل الوداد اللي هي هدتهد بقى في ملاعب نحن لو هي القصة قصة حكر وفساد أنا عندي في 2011 هدف لفريق الوداد من تسلل واضح في دور المجموعات خرجنا من دور المجموعات بسبب الموجات المباشرة لأننا والوداد حققنا سبع نقاط ده فين؟ ده في ملعبي أنا بتظلم فين؟ في ملعبي ده في 2011 ما تحسبتش في صايد وفي 2017 حضراتكم شفتوا الصورة في النهائي مع بملاك تسامية فين؟ في ملعبي برضو بتظلم في ملعبي أمام الوداد سامى سورة 2011 على الشاشة بص اللاينزمان وقف فين؟ اللاينزمان وقف صح جد وقف صح والكرة ما فيهاش حاجة وما فيهاش أي صعوبة وهو مهاجم الوداد سابقه ومع ذلك الهدف بيحدث لا هو وقف مع مهاجم الوداد واش وقف مع مدفعنا وقف مع آخر المدفع لنا المهم أن الكرة في التسلل الوداد اللي أنا أتفق عليه عندي أيضا في 2016 وفي دور المجموعات بتظلم بإلغاء هدف صحيح لمؤمن زكريا أيضا في دور المجموعات دي كانت أخطاء هد توهد أمام فريق الوداد بتهزم أو أخطاء تحكمية بتتدخل على أرضي بتمنعني من الفوز وكمان طريق بطولات لفريق الوداد سواء 2017 أو 2022 عندنا كلام كتير لسه مهم ولكن بعد الفوز موسيقى